السلام عليكم ومع حساس جديدة من حساس مادة الرياضيات ودائما مع درس المنطق لسنة الأولى علوم الرياضية كذلك يمكنني أصحاب علوم جريبية الاستفادة أيضا من هذا التمرين تمام رقم 6 نعتبر العبارة بي مهما يكون إغراج من أير نجمة يوجد على الأقل إكس ينتمي إلى أير حيث إكس مربع ناقص إكس إغراج زائد إغراج مربع يسوي صفر أولا حديدنا في العبارة بي لانيگاتيون دي لابروبوسيشيون أو بي مهما يكون إغراج ينتمي إلى أير نجمة يوجد إكس ينتمي إلى أير حيث إكس مربع ناقص إكس إغراج زائد إغراج مربع يسوي صفر نذكر بنفي العبارة مثلا إذا كان لدينا عبارة مكممة يعني بقونتيسي هنا سرسيون قونتيسي مثلا مكممة بالمكمم الكوني لدينا هنا العبارة كو إكس إذن فإن كو بار يعني العبارة نفي العبارة كو كو بار فالمكمم الكوني يصبح مكمم موجودي كونتيفيكاتر إكزيستنسيال ونضع نفي العبارة كو يعني كو إيكس بار إذن هذا كتذكير لطريقة نفي العبارة مكممة إذا كانت مكممة بالمكمم الوجودي نقوم بالعكس يعني مثلا إذا نوضح الأمر مثلا إذا أعتبرنا أن العبارة A العبارة B و مكممة بمكمم وجودي كونتيفيكاتر إكزيستنسيال ولدينا العبارة بحيث العبارة بإكس محققة إذن فإن نفيها بار هو كنوضع العبارة المكمم الوجودي يعني مكان المكمم الوجودي نضع المكمم الكوني لكونتيفيكاتر إنيفرسيل لما يكون إغراج ينسمي إلى أ ثم نكتب نفي العبارة بي إذن للإشارة فنفي العبارة بي مثلا إذا كانت العبارة بي عبارة عن متساوية فإن نفيها يكون بيعني يعني عواد تساوي نكتبه وخالف وإذا كان الرمز أكبر نضعه أصغر وإذا كان أصغر نضعه أكبر وهكذا إذا كان في العبارة بي إكس ينتمي نكتب لا ينتمي أما بالنسبة لهذه العبارة إكس ينتمي هنا في هذا المكمم يعني هذه ينتمي التي تأتي بعد إكس والمكمم الوجودي أو المكمم الكوني فإنها لا تتغير فقط نغير المكمم الكوني نصبح وجودي والوجودي يصبح كوني وهكذا إذن على بركة الله نبدأ لإعطاء نفي العبارة بي كما تلاحظون العبارة بي مكممة بالمكممين معا يعني يوجد بيها مكممان إذن هي عبارة مكممة بمكممين مكمم موجودي كونتيفكاتور إونيفرسال وإكسسانسيال إذن مني غنجي ونكتب بي باغ إذن بي باغ فإننا سوف نكتب عكس هذا المكمم يعني عوض مكمم الكوني ومهما يكون نضع يوجد إقلال ينتمي إلى آخ نجمة وعوض يوجد نكتب مهما يكون إكس مهما يكون إكس ينتمي إلى آخ ثم هذه هي العبارة بي إكس نكتب نفيها إذن نفيها هو عوض يساوي سفر يعني يخالف سفر إكس مربع ناقص إقراج ناقص إكس إقراج زائد إقراج مربع يساوي سفر إذن نضع يخالف سفر إذن هذه هي نفي العبارة بي والتي نرمز لها بي بار أو بي نوم نوم بي وكيف الغالب نرمز لها بهذا الرمز بي بار أو أيضا بهذا الرمز إذن هذه ثلاث رمز ترمز إلى نفي العبار فالغالب نستعمل هذا الرمز بي بار الآن نمر إلى السؤال الثاني السؤال الثاني هو أبين أن العبارة بي خاطئة إذن يمكن أن نبين أن العبارة بي خاطئة يمكن أن نبين أن العبارة بي بار صحيحة إذن إذا كانت بيبار صحيحة فإن بي خاطئة لماذا؟ لأن العبارة لا يمكن أن تكون صحيحة وخاطئة في نفس الوقت إذن إذا كانت صحيحة إذن نذكر بجذول حقيقة نفي عبارة فالعبارة بي عندما تكون صحيحة فإن نفيها يكون خاطئ وإذا كانت خاطئة فإننا فيها يكون صحيح إذن هذا فقط كتذكير الآن نمر إلى العبارة بي بار إذن العبارة بي بار ماذا تقول؟ تقول يوجد إجراج ينتمي إلى أر نجمع بحيث أنه مهما يكون إكس ينتمي إلى أر فإن إكس مربع ناقص إكس إجراج زائد إجراج مربع يخالف سفر إذن في هذه الحالة علينا أن نبحث عن إجراج من أر نجمع بحيث أن كيفما كان إكس فإن هذا التعبير يخالف سفر سنلاحظ جيدا بأنه إذا عوضنا إجراج بقيمة معينة فإننا سنحصل على متطابقة أو على حدودية من الدرجة الثانية هنا يعني سيبقى إكس مربع ناقص إكس في إجراج الذي سيصبح معلوم وإجراج مربع أيضا سيصبح معلوم إذن باش يكون يخالف سفر دائما علينا أن نبحث عن قيمة لإجراج بحيث تعطينا مميز الحدودية يكون ساليب حتى نظر إشارة الحدودية إذن سنعرف بأن الحدود من الدرجة الثانية تتكون موجة بقطعا أو تخالف سفر يعني موجة بقطعا أو سالي بقطعا يعني لا يمكن أن تساوي سفر إذا كان أموجب وبالفعل هذا أقع العدد المضروف في إكس مربع فهو واحد إذن لاحظوا جيدا إذا باش يكون دلتا سالب سوف أخذ مثلا إجراج يساوي ناقص واحد إذن نأخذ إجراج يساوي ناقص إذن يوجد إجراج من آغ نجمة بالتالي إذن كيف تصبح المعادلة تصبح بهذا الشكل إذن ومنه إكس مربع يعني نزيل هذا المكمم إذن العبارة تصبح إكس مربع ناقص إكس في ناقص واحد يعني زائد إكس زائد إجراج مربع لناقص واحد مربع هي واحد تخالف سفر إذن هل هذا العبارة فهي عبارة صحيحة هل لكل إكس من آغ إكس مربع زائد إكس زائد واحد يخالف سفر نعم صحيح لماذا؟ لأن إذن لدينا دلتا المميز دلتا كم يساوي؟ يساوي واحد مربع ناقص أربعة في واحد في واحد يساوي ناقص ثلاثة وهو سالب مميزة هذه الحدودية إكس مربع زائد إكس زائد واحد إذن إشارة الحدودية إكس مربع زائد إكس زائد واحد هي إشارة أق واللي كيساوي واحد وبالتالي بكل إكس ينتمي إلى أخ إكس مربع زائد إكس زائد واحد أكبر قطعة من صفر إذن إذن يوجد إكراق واللي كيساوي ناقص واحد ينتمي إلى أخ نجمة بحيث مهما يكون إكس ينتمي إلى أخ إكس مربع ناقص إكس إكراق زائد إكراق مربع يخالف صفر وبالتالي بي بار عبارة صحيحة ومن ب خاطئة بهذا نكون قد أنهينا هذا التمرين شكرا للمحسين انتباهكم إذا كنتم جدودا في القناة لا تنسوا الاشتراك والضغط على الزرس ليصلكم دائما كل جديد شكرا للمحسين انتباهكم